السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا يا محمد وعلى آلي وأصحابي صباح الجمال ورحت البال على كل حبايب نجلشين ارأيكم بقى نعمل ترطية النهاردة في ظل غلاء الأسعار والأسعار نار نار حاولنا نعمل ترطية في البيت بتكلفة بسيطة والترطية دي كمان مناسبة للناس اللي هي مبتدئة تعمل ترطية في البيت طريقة سهلة ولو انت النهاردة خايفة تعملي ترطية تقولي لأ ابتبوز مني والحاجات دي ان شاء الله النهاردة الطريقة دي سهلة فعلا جدا تقدر تعملي بها الترطية دي بسم الله الرحمن الرحيم وأول حاجة ودي ما قادرنا معايا خمس بدات بدرجة حرارة المطبخ ومعايا نص كيلو من دي اللي زبنش بتجمل عند أي عطار ومعايا كبيرة من الخل الأبيض وكيز الفانيليا ومعايا كبيرة من محسن الكيكات ومعايا نص كوباية تلمية سهلة سهلة ان شاء الله أجب بقى كده أول حاجة معايا الخمس بدات ومعايا هم كيز الفانيليا ومعايا هم معلقة كبيرة من الخل الأبيض ودي معلقة كبيرة من محسن الكيكات دي بيتجمل عند أي عطار المحسن ده بيبقى حلو جدا ومعايا هم كده نص كوباية تلمية وبقى أي مضرب عندك مضرب بقى كهرباء أو عجان تضل تضراب البيض كويس جدا لحد البيض ده ما يعمل معاك فوم عالي قوي ورغويته تعلم معاك جدا لازم بصي دي أهم خطوة البيض يعمل معاك فوم كبير كده وبعد كده بنزل عليه دي اللي سبونش اللي أنا جايبها من عند العطار أنا جايبها بتعم الشوكولاتة فيه بالشوكولاتة وفيه بالفانيليا فأنا جبت النهاردة بالشوكولاتة وأضرابهم كويس قوي وقبل ما ابتدي في أي حاجة في مقادير الطرطة اللي بنعملها النهاردة أنا مشغالة الفرن الفرن عندي سخني جدا وبعد كده بدأتي لأنا إيه أجهز إيه الحاجات بتاعتي طبعا شايفة فضلت أضرب لحد ما يعمل معاك الخيوط دي كده ينزل كده بعلامات يبقى كده خليط الدرب معاك كويس قوي كده طريقة سهلة سهلة إن شاء الله أي مقاس صينية عندك بقى الصينية دي مقاس 22 أو 24 اللي قالب اللي احنا بنعمل فيه الطرطات وحطيت منقعة كده ورقة زبدة ودهنت الصينية كلها بالسمنة ونزلت عليها خليط الترطة كله كده وابدأي بقى كده سويها وبديتها خبطتين كده عشان تبقى متسوية وحطها على الرف الوسطان في الفرن ونص ساعة بالزبط إن شاء الله هتبقى جاهزة معاك معايا بقى كده كسيم من الكريم الشانطير الكريم الشانطير ده ده المحلة ولو انت جبت الخام يبقى يحطي عليه سكر ومعاهم كده مع كبيهات لبن ساعة متلجة لازم يكون اللبن سائعة أو وضربتهم كويس ده بالمضرب وبعد دي بالشوكولاتة ففيدي هنالك معلücktين من الكاكون محلة بشويه مثل ماي. وقلبتوه ومنزلت عليهم بالكريم الشانتي ودربتهم كويس جدا يبقى الكريم الشانتي عندي كده بالشوكولاتا ويوجب Bartasani وأدخل كتورة طوية كلها شي fö كده الكريم الشانتي تبقى جاهز معي طبعا الصينية دي خدت بزبط نصف ساعة في الفرن وطلعت معي شايفة الصينية زي الفل وبعد كده سبتها لما بردت تماما وبعد كده نبدأ بقى الوقت كده نسويها وتطلع معاك بالشكل ده ابدأ يبقى سوي الوش وابدأ اضطحها على الثلاث مراحل حابة تقطعها على يعني جزئين مرتين بس عادي بس انا هنا عملتها على ثلاثه جبتي بقى كده معلقتين من الكاكاوي المحلة وعلى شوية اللبن ورحت المقلبان كويس اوي وبأسقي بيها الترطايا وأسقي الترطا وحط كريم شانتي وغليفها وبعد كده بحطة برده أسقي الترطايا وحط برده كريم شانتي وبرده بعملها كده يعني كل ريك overcome whole world اذي اني هي وحط stalking وبعد كده لت Patrol وبعد كده بغليفها كويس اوي بقى كده بالشكل ده من تحت ومن فوق وغلفها كلها بالكريم شنطية وجبتي بقى كده معايا دي شكولاتة خام اللي هي بتاع الدريم يعني دي شكولاتة الدريم اللي هي الخام جبتها كده وحطيت عليها شوية لبن صغير لغاية مساحه خالص وبعد كده بحطها على الوش تبدل تنزل على التورطية بالشكل ده وبعد كده بنعمل بقى بالكريم شنطية كده على قلب التورطية كده من فوق ونضت عليها بسكويت القريو يعني منظر يعني نديها كده شكلي حلو جمالي التورطية تلعت سهلة وما خديتش اي وقت خالص وبتكلفة اقل شوية من بره لان النهارده الاسعار فعلا غالية جدا فالنهارده عملناها في البيت بتكلفة يعني اقل شوية هتطلع معاك التورطية بالشكل ده بص وانا بقطعها هتلاقيها سلسة جدا وبص طرية جدا وانا بقطعها وكل الرقاج كده شبعنا من الكريم شنطية واللي احنا سقيناه وشوفي بقى القطع وهي طلعة بجد طريقة سهلة وان شاء الله تنجح معاك حتى لو انت خايفة وبتعملي التورطية الاول مرة خش بقلبي جامد وعملي التورطية دي النهارده كده طريقة سهلة ان شاء الله وطعمها في جد حين وطعمها زي الجهزة بالزبط يلا بقى شجعينا بلايك للتورطية الجميلة